السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ام حسام ابخون تيصاج. نتمنى تكونوا باخر وعلى خير وتكون امركم كلهم دينا. كيف ما كتشوفوا اليوم فيديو جديد على القناة. نتمنى هادلا فيديوتنا للاعجاب ديلكم. اليوم ان شاء الله غدي نحضرو ميني كيك من مقادير ليه اقتصادية جد جد اقتصادية جو ديال البيضات. غدي عطونا 16 الحبة ديال ميني كيك. اللي كيجي اكثر من رائع هش. يعني باشكال متنوعة من نفس العجين. قبل ما ندوذو المقادير وطريقة التحطير. فما تنسوش انكم تشاركو في القناة وتفعلو الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنسونيش من واحد جيم الفيديو الى عجبتكم. بسم الله على بركتي الله ندوذو نحضرو الكيك. وحنا كان اذكرو المقادير. في نفس الوقت غدي نحتاجو جوج ديال البيضات وقبيسة ديال الملح. غدي ننضيفو لغوم ديال الكراميل. ممكن انكم تنكهو باش مبغيتو. يعني اين كازة تجبكم غد ضيفوها. وهنايا غدي نضيفو كيس ديال باني. هنضيفو كاس مع مرش. ديال السكار. اذا كانت تعجبكم الحلوة. ممكن انكم ديرو كاس عمر ديال السكار. اه كاس ديال الشاي. من بعد ما طربت المكوينة اللولة يعني مزيان ديان. انت تحصلت على واحدة الخليط اللي هو كريمي. غدي نضيف كاس الا الربع ديال الزيت. دائما كان عبر بنفس الكاس كاس كاس ديال الشاي العادي. وهنايا غدي نضيفو كاس ديال الحليب. اه بنفس الكاس. كيف ما سبق لي قلت لكم. اه كاس ديال الشاي العادي. ماشي كاس العنبة. كيكون شوية صغير. هادا ديال اللي كنتشربو بيقاتي. يكون صغير شوية. والحليب يكون من الاحسن يكون دافي شوية. يعني غدي نضيفو كيس ديال الكاكاو. وغدي نضيفو الخليط مزيان مزيان يعني حتي سجملنا الكاكاو مع الخليط. صافي هنا يا هادا هو الخليط اللي كنتحصلو عليه. غدي نضيفو دابا اه نضيفو الدقيق كيف ما كتشوفو. الدقيق يكون منخول. اه دقيق الابيض الخاص بالحلويات. اه الا بغيتو تعبرو بالكاس. اه غدديرو اه جوج كيسان اه اه اربع يعني ديال الدقيق. وهنايا انا غدي نخدم غير بالمعلقة. كيف ما شفتو. اضفت ستة ديال المعلقة. ما عمرينش بزاف. اه في الاول. وغدي نضيف ستة ديال المعلقة من بعد. اه بالنسبة دقيق كيف ما كنقول لكم دائما. اه غدي ته غدي تردو البال للقاوام ديال ديال العجين. ماشي اه العبار اللي كندير. حيث اه ممكن انكم تديرو اه البيض اه صغير او الكبير. صافي كيف ما كتشوفو هنا يا مني كان اه نوصل القاوام اللي بغيت. كان ضيف اه 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 الخميرة ديال الحلويات. هنا اضفت اه اه جوج ديال اكياس ديال الخميرة ديال الحلويات. اه من فئة ثمانية جرام يعني عندي في المجموع 16 جرام. وهنايا واحد مكون انسيتو غدي نجيبو اه احسا هو كيزيد الكيكة يخليه يطلع. وكيزيدو اه يعني كيخليه هش. وارطبو احنا عندي اه ديال نضيف معلقة ديال اه الخل. صافي وغدي نخلط. غدي نحاول انني ندخل هاد الخل هاد مزيان في في العجين. وهنا القاوام ديال العجين كيف ما كتشوفو كيكون اه قاوام اللي هو خيط واحد ولكن مني كنكتبو به يعني في على العجين ما كي ما كيخسافيش اه هادك الكيسابة لدرنا. هنا كيف ما كتشوفو اه عندي هاد القاوام اللي به هادو هما لغادي نستخدم. شو ديال انواع. دهنتهم بالزبدة ورشيتهم بالدقيق. اه ممكن انكم تخلطو شوية الكاكاو مع الدقيق. وطرش يعني هما لغادي ترشو في فليمول او لا اه ديروا الكاكاو اللي بغيتو. اه هنا انا كتشوفي بالدقيق. كيف ما كتشوفو هنا اه ما قدش نعمر القاوالي بزاف باش يلقوا فين غادي يطلعوا. تقريبا كان دير مع القاو نص في كل اه كل وحيدة. كيف ما كتشوفو معايا. هادي نمشي على الطريقة هادي حتى نكمل اه ليمول اللي عندي كاملين ومن بعد انطلقوا. وهنا كيف ما كتشوفو من بعد ما عمرت ليمول ديالي كاملين. اه ما كان عمرهم مش بزاف كيف ما اسبق لي وقتلكم مع القاو نص كافية باش يطلع ويعمر. اه يعني الكيك ديالنا هادي يطلع ويجي هوهدك مع المول. اه كيف ما شفتو عطتني اه هاد الكيمية هادي عطتني 16 الحبة. وهنا يا كيف ما كتشوفو من بعد ما وجدو اللي ميني كيك. اه المدة ديال الطهي اه تقريبا عشرين دقيقة. اه الفرن انا كيف ما كتشوفوني ما كنشعلش على الفرن يعني كيكون بارد. اه درجة الحرارة 180 حتى طلعهم زيان. ومن بعد تنشعله من فوق. هنا يندوزو نحضرو الكريمة. اه عندي جوج كيسان ديال الحليب. ممكن تدروغي كاس واحد. اه انا ربقات لي الكريمة. اه اه انا ربقات لي واحد الفرن ديال الكراميل. اه 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 معالقة ديال السكر حبيبات. او معالقة ديال الكريم باتيسيير ممكن تعاوضوها بنشا. اه اه انا ما كتعجبنيش نشا يعني كنعوضها بالكريم باتيسيير. صافي غدينا نوضع هاد الخليط هاد فوق النار مع تحريك المستمر. اه من بعد اه اه كيف ما كتشوفو غدينا بدا نحرك باستمرار باش ما تلسقش معانا الكريم باتيسيير في الاسفل ديال الكاثرول. اه احتى يبدي يتقلب عنها الخليط. او من بعد نضيفو اه مور صوات ديال الشوكولة اه يعني الشوكولة اه يعني الشوكولة الابيض. اه اه تتبقى اختيارية الا ما بتوش تضيفوها ما تضيفوهاش. صافي كيف ما كتشوفو هنا يا اه اراني كان نحرك يعني مغسنيش نرسيدي نهائيا باش ما تحرقش اه الكريم باتيسيير تحت. يعني في حالها في حال اه شكل ديال النشا. اه صافي هنا يا كيف ما كتشوفو غدي نزيد نحرك 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 تبدي يتقال اه الخليط يعني ما نخليش يتقال بزاف بزاف حيث هو رهو ضغيات يبرد وكي يولي القوام ديالو يعني صعيب انك اه تتخدمو في الكيك. صافي كيف ما كتشوفو هذا هو القوام اللي حسنا يوصل له. اه هنا كيف ما كتشوفو هادو هما اليميني كيك. اه من بعد ما اه ديمو ليتهم. اه هنا يا غدينا نوضعوا في هاد الحفار هادو اه الكريمة ديالنا. رمك تهزش بزاف تقريبا مع القارها هكا تعمرها. اه مدى من ذاك الحفرة صغيرة بزاف ما كبيراش. اه مع القارها كتش بجتلكم. ممكن انكم تديرو غير كاسد الحليب رهو كافي. اه وبنسبة للمقادر اه اه مدى من الاجوش يعني السكر كار غير مع القا. اه الكريمة في اه قا تديرو غير مع القا صغيرة ما تكتروش بزاف. اه صافي هنا كيف ما كتشوفو هادو هاد الميني كيك على هاد الشكل هادا. وبنسبة لالشكل التاني اه اه غدي نستعملو نفس الكريمة. اه. هاد نوضع الكريمة اه اه في في المول اللي زولت منهم الكيك من بعد ما مسحتهم ودهنتهم شوية دي الزيت باش يسهل انهم يعني من بعد ما توقف هاد الكريمة هادي يبغيوا يزولوا كيف ما كتشفوا وكان وضع الكيك على هاد الشكل هدا وكاننا نتبتو شوية مزيان باش يلصق في الكريمة ومن الاحسن اننا نخليه واحد المودة اللي تكون ليلة كاملة او لا اربعة ساعات انا رازر بتاعلي حيث يعني ما ما خليتوش تقريبا حتى الساعة وما تبتليش من الجوانيب وغادي نحاول انني نزينو يعني نخبي هادك العيوب اللي يبقوا عندي ولكن الى بغيتو الكريمة انها تبقى لاصقة على الجوانيب من الاحسن انكم تخليهم واحد المودة اللي شوية تكون طويلة هنا كيف ما كتشوفوا بالنسبة ل هاد النوع هاد دوبت واحد 100 غرام ديال الشوكولات الاسود في حمى مريم مع جوج مع لق ديال الحليب يعني حتى اعطوني هاد الخالط ديال الشوكولات اللي كيكون خفيف شوية ضفت ليهم ثلاثة دمع القصغار ديال كوكا وكونكاسي ممكن انكم تستبدله بلوز كونكاسي يعني اي حاجة عندكم اللوز كونكاسي او البستاج يعني هتا هو يكون مهرمش يعني رقيق او لا تستعملوا حتى النوازات ممكن كيجيزوين كيتواتن بزيان مع شوكولات صافي وادين نلبسو اللي كيك ديالنا من الجواني بعلي هات الشكل هادا غادين نمشو معاهم بشوية بشوية حتى نلبسوهم بالشوكولات كيف ما كتشوفوا وهنا هي كيف ما كتشوفوا البنات اه سمحوا لي المقطع ديال الزين رمشالية اه صافي كيف مشتو اه بالنسبة لهد الخالط هادا اللي غدي ندير بي خطوط اه ممكن انكم بديروا ايش شكولات عادي اه انا درت اه شكولات الابيض اه معا لغوم ديال الكراميل اه وهنا هي كيف ما كتشوفوا اه قطعت لكم محيدات شوفوا كيفاش كتجي من الداخل كتجي الصراحة معلكة او كيجي اه كيك اللي هو هش وزوين بزاف بزاف نتمنى اه هادا لا فيديو تكون خفيفة ضريفة على قلوبكم وتكون نازل اعجاب ديالكم ونجربوها وبالنسبة لهد الكيك هادو اه اللي اه يعني كتلكم اه جو من الجوانب يعني ما شدش فيهم بزاف ما شدش فيهم الكريمة هراني اه يعني اه دوس عليهم كو كو كون كاصي من الجناب وبالنسبة لهدو اللي اه غلفتهم تشكوا ولا من الجوانب كيجوا على هاتي الشكل يعني اه تزين كيبقى اختياري وهنا يا ما بقى لإلا نقول لكم وصلنا النهاية ديال الفيديو هادية النتجة النهائية ديال ليميني كيك اه بمقادير اقتصادية اقتصادية جدا اه جربوهم اه فهم ما فيهمش بزاف ديال المقادير وساهلين وناجحين من اول تجربة اه يعني وخاتكني اول مرة غادي تجرب الكيك ان شاء الله غادي يتق معك اه نتمنى هاد الفيديو اه ستكون عجباتكم اكيد وما تنسونيش من دعمكم القناة بالاشتراك اللي باقي ما اشتركش مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد اه جيمل الفيديو الاجباتكم طبعا اه تعالقكم زونا كيف العادة بارتاج ما يحببكم اصحبكم بارتاج مواقعكم التواصلية دمتم في رعاة الله الى اللقاء